سيدة المشاهدين انا اصلا بكم في موعد جديد من الحوالات التي تعاوتوا بيوم في بودكاست زون ميكس اليوم ريفنا واحد من نجوم كرة القدم التونسية ومن نجوم التراجع الاذي التونسي لكن الالقاب والتترويت والماتشويت اللي فيس بيهم هم اللي قولوا واكدوا الكلام هذا ريفنا اليوم واحد من نجوم التراجع الاذي التونسي في الفترة الماضية من نجوم تشامبيانز ليك خاصة 2019 شكرا لك اللي كانوا في السنين الاخرى ثلاثة تشامبيانز ليك فيس بيهم تاريخية وقاعدوا في ذاكرة كل احباء تراجع الاذي التونسي اليوم ريفنا سامح دربالي سامح على بيك رحبا سليم يعطيك الصحة المقدمة اخويا وشكرا على الاستضافة وان شاء الله تتعدى حلقة حلوة ان شاء الله شنين الامور الحمد لله حمد لله باي سامح خانبدا من الاخر اليوم تراجع الاذي التونسي خانصلك على الفريق كيف تشوف الفريق خاصة برش انتقادات كثرة الكاردوز وتكين تبدلت المعطيات في سعبات ما كانت اجماع تيم عليه اليوم اصبح في سيتياجون كريتيك شوية صحيح ولا اليوم معنا مع زوز مقابلات الاخرانية مقابلت الملعب التونسي والمقابلة متاع اليوم ضد المتلوي شفنا اللي تراجع الهوية متاع ومش الاسبرانس الي نعرفوها مش الاسبرانس الي الدوميني وتربح مت شوية خاصة مع زيد البشري الموجود نتصور كنا النجم ونشوفو تراجع خير من هكا ما زال ما زال فاما وقت باش باش يصال الحوو ما زال فاما وقت باش يخدموه ممكن اللي غلط شوية جمهور الاسبرانس الثمانية متاع معتشة شامبيونز ليق معنا مش مش روبير قلت انا مش روبير ما انا فاريق كنا ضعيف واليوم نشوفوا اللي الاسبرانس وقت اللي تلعب مع فاريق يلعب البلوك ويلعب على الاتاك رابيد نلقوا برشة مشكل ان شاء الله نشوفوا لها حل المدرب وقدرت ربي ان شاء الله بالمات شوية نشوفو تراجع يحسن ان شاء الله برشة مشكل في سناعة اللعب خاصة اكيد ما اكتعرف ديما بريسك خمسة وتسعين بين مئة من الفرق اللي بش تلعب لها ديما بش بتتسكر لك وتلعب لك على على التاك رابيد وتحاول تتسكر لك المساحات هذي يزم اكتلق لها الحل اليوم عدنا الفردية تمتع يوسف البليلي شوية ينساس يعني هذو ما اللي مطالبين ان شاء الله كي بش ما نلقاوش الحل الجامعين نشوفو يعني هما يلقاونا الحلول الفردية وحدهما يكفيه وشي نجم يساكروا على الزوز ملعبية ذوما تراجي تلقى برشة مشكل ان شاء الله نحاولون خطر المشكلة لدي عنده برشة في التراجي معنا مش مش اليوم ولا مش البيارح عنده برشة ممكن من عامين من عامين التالي ونحن نعيشوا في نفس المشكلة ان شاء الله نلقاو لهم الحل وقودة ربي ان شاء الله عدنا الامكيانيات اللي لازمة بيش نصلحوا ان شاء الله وقودة ربي تتحسن مش رسلك عالش بوستم تاعك رائد بوشنيبة كيفاش تشوفوا الملعبية ذي شكون انسى مثلا هو ولا بن عليش كل افضل لبوستاريكا هل عمدوا تراجي مشاكل في البوستاريكا هل يحتاج شو سمعنا في الصيف برشة كلام على اتصالات معك شريدة هل يحتاجوا تراجي من لعبي في البوستاريكا؟ شوف بالنسبة الرائد بوشنيبة ومحمد بن علي زوز تباركلا عليها معنا رائد ما ننسى وش اللي هو لاعب في الاصل مدافع استحقوه ظاهر ايمن اكسيار يعطيك الصحة يعني مدافع محوري استحقوها على الجهة اليمين ما قصرش الحقيقة وقدموا مباريات كبيرة وسجلوا جاب اهداف محمد بن علي معنا هذيك البوست متاعه وتباركلا عنده معنا خاصة اوفنسي في عام برشة من النجام شنقول شكون يلاب شكون ما يلابش خاطره ذوما المدرب هو اللي يدرب فيهم كل يوم هو اللي يشوف كل يوم ويشوف شكون حاضر اكثر اما نتساور رائد كان كمل يخدم ويكون سريو ويصلح ويحاول يتفرج برشة معنا خاصة في ليزاريار درواء في العالم ويتعلم راو ينجم يكون في تور متاع اريار درواء كبير ان شاء الله نقدموا شوية لوسط ملاعبي تعرفوا مليح ويقل دربالي عمنا ولقى شوية صعوبات سنيخ ذا اكثر تنجو كيفاش شوف ويقل سيم بالنسبة لي انا ويقل يعني نعرفه مليح ونعرفه اللي هو صغير معنا عنده كاليتيك بارة ملاعبي يمتلك كل شيء فنية نقوي تكتيكية نقوي مازال نحسه اللي هو ملقاش روحه موش واقل اللي نعرفه ينجم يعمل اكثر من هكا ببرشة واقل ينجم يكون من احسن لاعبي الوسط في تونس كان ما اقولكش معناه في افريقيا بالنسبة لي انا ورأيي شخصي ونتحمل في مسؤوليتي خاطر نعرفه مليح ونعرف المخزون الكروي الموجود عنده ان شاء الله يعرفي وظفه وان شاء الله وان شاء الله هو زاد ياخد ثقة اكثر في روحه ويمن بروحه خاطر الكاليتيك اللي عنده ينجم يعمل اكثر ببرشة ملي قاعد يعمل فيه ان شاء الله ربي يوافقه وانا انا شخصيا متنبق له مستقبل كبير ان شاء الله كردوزو قاعد يبدل ببرشة في الوسط انت في رايك شنية تركيبة الانسب لتراجي في الوسط ما شوف ديما وانتي مدرب اليوم ونصور نظرتك مهمة لا ما تنجمش شوف اسليا ما تنجمش تقول التركيبة الانسب خاطر اقرب واحد للملعبية هو المدرب يعني يتمرنوا عنده كل يوم يترانوا عنده كل يوم يعني هو اللي يعرف اش كون الحاضر اش كون المش حاضر ديما اراء الجماهير رأو كل واحد يحب يلعب هذيك وحب يلعب هذيك ما فهميش مدرب بالنسبة لي انا ما فهميش مدرب يلعب يعني يخلي واحد على البنك ويعرفه بشي ربحه في ماتش هو اللي يعرف المجموعة هو اللي يعايش مع المجموعة هو اللي يعرف اش كون يستحق اش كون ما يستحقش ديما تبقى ارام يعني الخيار رول والاخير لي هو وهو يعرف اكثر من نسي كله اتوانا بعيد على التراجي منجمش اقول لك مثلا نلعب هذيك ومن لعبش هذيك وانا بعيد عنهم بحقيق باي خلنا رجعوا لي كانت سامح تجربة اخيرة كانت في فريق اهل ترابلوس الليبي موفقكم شرب بشتدخلوا بتكمله معناها في المسابقات الفريقية مع الكواتش شكري خاطوين واجهوا وتحية اليوم وين سامح اليوم سامح موجود في تونس ما انا بقى التجربة مع اهل ترابلوس عاشت فيها البيه وعاشت فيها الخايب هذينا معهم دوبلي وموافق ناش ربي بش نكونوا في دور المجموعات في كاسي كاف اللي عدد ظروف وبالمناسبة نشكر سي شكر الخاطوي اللي تحمل المسئولية واللي قبل الفريق في يعني ووضعية كانت صعيبة برشة ويعطيه الصحة والحقيقة اكتشفت معنا انسان ما شاء الله عليه وتبركة اللي عليه معنا وفرحة برشة اللي خدمت معاه وفي حتى واني شهرين برشة خدمت مع سي شكري اللي كنت علمت منه برشة حاجات ان شاء الله ربي وفق ومتأكد اللي هو ان شاء الله في المستقبل بش يشوف وبش يدرب برشة جمعيات كبار على الشي اللي يريده وعلى معناه اللي عيشت معاه فيها معناه تبركة اللي عليه هذي كي يكون القدم اخويا معناه بالنسبة لأهل ترابلس نحب نشكرهم زدهم ويعطيهم الصحة معناه عديت معهم فترات به يا برشة شاء الله ربي وفقهم في المستقبل عندهم من الامكانيات ما يخولوا لهم بش يكونوا ما نحكيش على الدوري المحالي بش يوصلوا حتى الابعد الحدود في افريقيا عندهم الامكانيات المالية الامكانيات البشرية بركلة الملعبية كل اللي نقدم لهم التاحية كلهم شل عليهم محترفين بيئة معناه الكلمة استنينا مخيو سامحة استنينا معلى سامي اللي جيت غايلين مبولولو مواجم ممتاز اللي غالب معناه ما كانش ما كانش عدنا برشة وقت بش نحضروا الفريق مابولولو مثلا اللي تحكي ترينا معنا يومي بركة نهارين قبل المعج معناه مش هيقي صحح ورجعي كيب ناسيونار جاء نلعبوا باللاحد جاءنا بالخميس غايلين كيف كيف متمرنش برشة مع الفريق كنا ناخد مناقسين تسعة ولا ثمانية ملعبية في المنتخبات الوطنية هذا رو مش معناه عذر واحد يعطيه اما قد تربي في المستقبل المجموعة هذي كانت حافظة عليها الاهلي وكان يمنوا برواحة مرام بش يصلوا لبعيد وانا متأكد اللي بقدرة تربي بش يوريك ورمزيانة برشة في المستقبل باي شكرت شكر الخطوة وانت التجربة اللي كانت تقبل لانت مشيت مع طارق جرائي ذالي ما كانتش موافقة برشة لا لا عليش لا لا عليش نشكره هو انا احنا حكينا على فترة معينة فهمت شوف اي واحد نخدم معها اكيد باش نشكره يعطي صح حسيد كوتش طارق معنا تحصلنا على الدوبليم مع اهلي ترابلس كمشينا بعد اللي غالب صارت حاجات ممكن الكورة ما حبتش مش دي ما الكورة تمشي معها كرا وفهمت انا واحد مني ازادة في ما كنتش معهم معنا في السوديسي الثانية اللي غالب فما حاجات صارت اللي خليتهم ينحيني من الفريق ما نعرفش عليش معنا صارت لي عملية على ظهري وعملت العملية وكنت لابس وجاءوا هوني في استاج وقالوا لي قلت له مروني لابس معنا بش نرجع مع الفريق ولا قالوا لي اوكي بش نكلمو وبعد تناحيت والحاجة اللي تغيذك انه ما يكلمك حتى ويحد يقول لك رك تناحيت فهمت هو طرقه هي ما كلمكش لا كنت كل يوم نكلمه نقول له شنه ما صار كل مرة يقول لي بش نكلم الرئيس ينجم راني كان نقول كلمة غالتا ينجم عنده حق الرد فهمت كل يوم يقول لي بش نكلم الرئيس بعد ان كانوا ما نقول له شنه ما صار يقول لي ما قابلتوش وانا متأكد اللي هو قابل اخذيت في خاطلك منه شوي عادي عادي هذيك كونة القدم رأي فهمت لكن انك انك تجي لواحد تقول له راني ما معادش مثلا لغالب وفين مكتوب بيناتنا احسن من انك تقول له لحظة واحدة فهمت لليوم شوف انا نشكره شكر كبير اللي هو كان اول واحد تصل بي بعد ما بطت الكورة وبديت معاه هده يعني الكاريير جديدة كامدرونا ايما بعد شنوه تبدل صاريب سبحان الله الواحد ينجم يكون انه معاش مرتاح من الانسان هذيك فهمت سبحان الله هو قال في ايه فهم قال سامح مرزب ظهره على ذيك لا لا شوف برولت بظهره صحيح وعملت العملية على الريدي سكال على الريدي سكال لما معنا بعد كنت لبس كي كان الفريق الاهلي في اه في اللايكو وموجود في معسكر مشيت وسلمت على الفريق وكنت لبس وسئلني وقلت له راني لبس قال لي اوكي انا ده باش نحكي مع الرئيس رو الرئيس هو المعتش يحب عليك و جبدة هذي قبل الرواة حتى و انا غادي غلى رول رئيس ما يحبش قلت له انا ما يسيرش خليني نقابله بن هو كان الرئيس ما عادش حاجته بالسير محد ما عنديش عايش بالنور بعدان لكن الحب نعرف عليش ما قابلتوش ما كلمتوش لها فما أحبرش حاجات كانت ما تخليكش تقابل الرئيس وقت اللي هم ما علينا فيه ما علينا فيه ثو شوف ا dapat شوفا ان شاء الله ربي يوفق الناس يقول ان شاء الله ربي وفقه هو ان شاء الله ربي وفقه في مستقبل وان شاء الله ربي وفقه في في خدمته. آآ نشكر شكرا كبير اللي اما بيعملول وهزني معاه ويعطيه الصحة. آآ بعدي كمانا حتى ليسار ما صارتش حاجة واحدة غمام آآ وفايل مكتوب وفايل مكتوب زي. لكن دي ما نتمنى الخير لأي واحد كسوا هو ولا اي واحد خدمت معاه. ان شاء الله ربي وفقنا نحن زيت. كيفش صار باش هزك? كيفش هزكهم? والله اه اه. نتفكر بقعت له مساج طلبت رايين ومحمد وقتها يلعبوا في باجة. وربح مستير في المستير نتفكر وقتها هاك. قطت له مبرب يعطيني خدران أنا نعرفه قبل شوية كنا نتخابله في لفايات مرة مرة. طلبت رايين قطلوا دبر لي نمرو كوتش. دبر لي بعطله مساج قطلوا برافو يعطيك الصحة. وكلمني. قلت نقرأ وقتها في الكاف بي قلت نقرأ وقتها في الكاف بي قلت نكلمك كيف جئت أهلي ترابلوس كلمني قلت نحذر راحك وراه وعندي ممكن أوفر كان سهل فيه ربي باش تمشي معي حقيقي كانت بيهبش أصلك على ملاعب بيسامح اللي هو أني السلتو اللاعب الليبي اللاعب اللي عمل للتصريحات في وقت من اللوقات مست شوية من نجم الساحل من عشي أن حبل أصلك حكيت فيه الموضوع معه اللي اتهم بعض الملاعبية والعب في ريطوال نعرف اتهم بعض الملاعبية متاعي ريطوال قال سرقوني من فستية والله ما عندي عليها فكرة عمرو مجبد لك الموضوع لا لا ما عندي عليها فكرة الموضوع هذا سلت ولعبت معه ودربته فهمت وكنا نسكنه في نفس البيت في نفس البيت كي نبدو في استاج الحقيقة عمري ما اسمعت بها الحكاية هذه التصريح ما اسمعته زيلا؟ لا ما 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 تفكرش الحقيقة ولا لا تجم انت يسامح في نهاية من العراض نشوفه كتبه يدرب لكلوب واللي طواله بشغلك صعيبة عليش صعيب راو خاطر هما ممكن يشوفوا واللي يسامح ولده تاراجي واحده وصعيب انهم بش يستنجدوا بيك فهمتك لكن بالنسبة لي انا ما عنديش مشكل لراني اي فريق نحنا في عصر الاحتراف شوف شوف سليم خلينا نكون واضحين لا هما بش يكلموني ولا انا بش يجيني الفكرة ان يرانيهم لا حقيقة متعربي فهمتك لا اما مش بش يجيه هي مش بش يجيه الحقيقة انت واحد بش يدخل فيه في عالم التدريب هنا نشوفه لعب في تاراجي والكلوب بدرب تاراجي والكلوب جه الحظ ولعب فيه مزوز انا لعبت في تاراجي بركة وما اكتعرف دي ما يشوفه واللي يسامحه في تصريحات وفي واحدة شوية على الكليوب انت عندي شوية تصريحات مستفزة انت على صحابي راو يزم ويفهموا وقل لي راني شيخة على صحابي راو عندي صحابي كلوبستية وعندي صحابي منسوسة وعندي صحابي يعني راني قبل الماتش قبل ما نلعب ديربي الحاجة وقل له راني بش نربحك بش نعمل هكتك لكن راني ما انت عنديش حدود يومة اقوى تصريح متع عمار الجمل التعالعين وبعد قابلتنا وعمار وسلمنا لبعضنا وقرينا مع بعضنا كاف بيه واحدة تكتشوف حاجة تقعد في تيرانس نخرج البره من تيرانس فم احد شيخ خيين وخيين فهمت ان اذا ومعنى فهمت توفى غاديك كيفاش بديت ساماح الكوثة في جلمة في جلمة مشيت مشيت نتفرج في ولد عمي اقتها صغير وبخاو نقسين واحد غالي يدخل معها من دخلت عرفت عملت حاجة غالي هيك تعرف تلعبت ايش يدخل معها اقتها صغير مع جمعات كادر فانت روا وكادر فانت كات وانا كادر فانسيس وهكي كبديت اللي ما يعفوش برشة كنت تقريب الليتوال وانت صغير انا كي كان موني الاسبيرانس وقتها من سوسة جيتها من بارك الليتوال كيفاش كانت لحكي شو فيها كانت الليتوال اقرب كانت تجي الليتوال الجلمة تعمل ديترنواء وقتها تلم فيها مبريس كوليد الجنوب بكل وتختار تعمل غالي ما تشويت فيه جلمة وكان عاد ناس يا حبيب السيبي اللي نقدم له التاحية من الجلمة معنا مدرب كان هو اللي كونتاكتيب الليتوال وكان عندهم كان عندهم ديركتير تكنيك نسيته وتوسمه في الوقت ذاك معنا اترنجي يختار وبعد يهزونا السوسة وزيد في سوسة يعود يختار وما لا أخير فهم وانت في سوسة وطلبني عمي معنا هي صدفة كبيرة لو بجيت الاسبيرانس طلبني عمي وقدم زادة تحية سيناصر النفذي معنا عمي كان في في فرنسا وجاء كرادار تطلق عمتا سيناصر النفذي فهم قالوا لاني مدرب في التارجلي قالوا عندي والدخوية في سوسة لو تقوا في الليتوال قالوا ل confirming وانت شروعزه اسبيرانس انا جماعيت فهل مش فوئساتيد خصيت مش خوي انا الروح في الاسبيرانسة لا لا وقت رح بل الأقل في الاسبيرانس اقول لي من يحبش نقول journalists الجمعية اللى بديت نحبها من البال اقسم بالله العلي العظيم الترجي من الأولى بعدك هكاية صارت بريسيون من واحد في العائلة من الخوية الكبير في العائلة كيفيش وكيفيش عرفتها كلوبيست وقت حبي بدل لك شو اي اما انت وكيفيش انا انا خلقت تحب الترجي فهمت بعض خوك افتر عليك افتر وكيفيش تحب عرفتها من ام الخوف هو الحمدولي ربي بعد جيت الفرسة وشو واحد العب الترجي ورجعي حبي جماية اللي حبها وهو صغير كنت اخلقت وحليت عيني وعرفت الكرة نحبتها رجل شيفيش عايش خوك الجربية اللي تلعب فيهم انت لا يشجق خوه بالحق ولا يشجق خوه عادي عادة مع الخو زي التورة اه فهمت بدل حتى اوه حبي بدل لك انت اخي بدلته بدلته اكيد ممكن يحنن لكلوبي ما يفرح الخو زي يعني اذا نلعب عائلة كاملة عائلة كاملة حتى اللي يحبوا لكلوبي انا كي نلعب شجوع الاسبرانس لحقيق اه عمك المعفوش كيف كيف برشة صحافية اتصور عامك برشة في البداية عبد الحكيم رجل خالتي اه مش عام لا لا مش عام يا عام رجل خالتي معناه ومعروف اللي هو كلوبيست ويحب نادي الافريقي ويعطيه الصحة بالحق عواني وكان يكلمني ويسئل عليها ويوصي عليها معنا فهمت ما حاولش يهزك للكلوب لا مش المرة تستيت في الكلوب تستيت في الكلوب ومعروش معناه البيهي وقت كيفيش هكا جابونا جابونا برشة راه وما منحكي لك معناه فهمة مصدق الحسنيوي مشى رضوين الفالحي معاوي القادري زياد دربالي بسام السيبي ذوما بكل وقتها كنا جينا عرفت تحسهم معي نومة شوما جي البير وقتها ديركتير تكنيك اسمه وبسام المهري هو اللي يتكلم وقتها لانا يكلم وسي عبد الحكيم من دربالي بشينا عرفتك حط كرة في الصونتر شوتها والصونتر يجبك تجيبها في الكاج لاندي تستظوم موضوع كبير ساعات يجيب لكم لعبية خمسين ملابية يعطيك كورة يشوفوا درجين من بايمس فاة حتى كورة لعبية يعطيك الصحة وبعد جونجلاج يجبك الصونتر توصل على زيومتر تشوتها تجيبها في الشبكة ديركت وبادقا لما حتى واحد يستحقيرها في كلوب هكذا بالضبط فهمت هدوم المعاكم المعاكم اللي يسميه رضوين الفرحي مع القادر ممكن الوحيد اللي قعد بعد رجع عمل تست في الكلوب هو سعيد القيسمي نذكره من ماغنيسي رجع والعب صدق حسنيم يمشل اليتوال رضوين الفرحي مشل اليتوال معاوي القادر يمشل السياس تست يعني برشة برشة باي في التراجي كيفاش كانت البداية معناه مشيت اسك ديركت مشيت بفتصحة او الى تست لا لا عمل تست كيفاشت عمل تست وترانيت الحاجة اللي بها في الاسبيرانس انهم قال لك يا اخوي عن سيطافيقات الرجزات نقدم له التاحية قال لك يا اخوي نصبر علي انا ما نجمش نجيبها مليعبي من جلمة ونحطه في التراجي ونحكم عليها من مرة الأولى فماك الواهجة فما صورش هر باشينا جميع فهم اقلش فممكن قاعة تمام بديو السمين وعجبني اخذيني على كنترول بيزدر وانا غالا ما عجبني الكنترول بتاعه بيزدر وعلى فصل الكنترول سيما هتفكر لك تصريح اول ماتش ذهلي لعبتم مع تراجي ماكيت بونتو ذهلي ذهلي مع جندوبة في 2007 في 2007 ابش نقول لك انا شنية الاحكاية البونتو هذيك كي سألوك في بعض في الحد الرياضي ذهلي على البونتو كيفيش انت في عصبول معاتها هنا مهاراتي وانا حطلهم جيت نعمل في الكنترول يا اخي داخل للكورة دعبت شيخة بيه انتك حطمتها لا ولا بالعكس انا انا نتذكروا البونتو كيد عملتها بالواجدي حطلي كورة في داريا كي دورت ومش باعدت عنية هي الكورة كي كنت مش نعمل كنترول باعدت عنية دول ما مسيتها طلعت بالراتولي طلعت بالراتولي شنوه زيدة بوش ان واحد لا شوف والله هي ما فاماش خير مسارح خليها مشهت الكيكل وزيده قوله كان اراني مركيت وحبيت والبونت زيدة سامحني ووقتها عابت نعمل كوترول كورة بعيدة دوب ما مسيتها كاملت مع القوة بتاعها تعديت وهو كتحسب بونتو به برا لوجع التصريح بتاع السواحة وهو دي جار بونتو محليه انا الحقيقة نحب الصراح دوكو بيرو هو اللي حضر لي لعبك في السينيورة احكيلي على الوقت اللي عياطلك فيه بلقون تقاط عم فليشوف مو عياط لقالك اندي بش تدخل شوف السياق بلدي قبرو بش طلعت معاسي مورد محجوب يذكروا بالخير وقدم له التاحية جاي تفرج فينا ماش ديربي جونيور في مركيت زوزبون تموكن في درجين اللاعب قلهم خرجوا هدايا وهزني ماه وقتها ماتش ميكال اسفيقس في 2005 وقتها شدها وبعد خرج عمل معهم كوبدافريكو خرج بعدك رجعت اللي كيب اسبوار وبعدك كيجاجة كيبيرو طلعني كلمونا وقتها مش كناينا معنا فهما برشا ولي دخلين معايا وفي اليوسف يوسف مدراجي اما الحاجة الباية اسكندر بالشيخ برشا برشا والله يشوف يقولوا اسكندر في اليجون كان خير مدراجي ماشاء الله عليهم الزوز ماشاء الله عليهم اسكندر كان اكثر بويسون كان فهمت دراجي ما وهبه زوز زوز محليه مدراجي اسكندر كنت كنت نتصور يعمل برشا 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 يقولوا ربي يرحموين عموسا فهمت لكن انا وقتها لا كنت مقرر بشا هربت البولندا الليخ بازنون الكيب اما هربت مدوز ما مشيتش كما حارق هزني اجون وقتها من تونس لا 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 وقتها ما شوف وقتها ما شوف وقتها واحد صغير و ما عجبنيش يكونتراه في الترجي من اللول فهمت والا غالي عمي عليش قاعد انتي هوني جاء اجونت فرش فيه عجبته صارت الكنتاكت مع الليخ بازناري كيب في بولندا وقتها ومشيت غاديك و وعديك ما شرب بيرد الدنيا واحد والتونس خير نبيل معلومة بدل لك المتاعك شوف اول واحد حبني كنت كان يجي تفرش فيه في الليجون والمركي بالخمسة بالستة في الماتش وصلت عام مركة خمسين بونتو في الجينيور السبعة وربعين ممكن حاجة ونخرج وكي نقابله في بيلي بجيقولي برافو يعطيك الصحي يقولي انتي ما جيكا نيريك دروان نبدأ مركي تلياثة وارب يقولي هو سامير شمان سيم تحيالي كي جامعا جاكي دي كبيرو اه اه اجوان هو اللي حطني ريال دروان معاه وما كنتش قابل لحقيقة الفكرة الوحيد اللي امن بي واللي حكا معايا واللي يصلحك واللي يعطيك حتى يقولي يتفرش فيه بلعبية واحده هو النبي المعلول يعني الاخرين العب ريال دروان وكهو فهمت امم وكنت مانش قابلها وكنت حيحطك ريال دروان وما يلعبكش واني انا اقول اخوية حطني في البوست امتعام وانا مانش اللي اعم هو الوحيد الحقيقة اللي شجعني وهو اللي اللي نفحني بشكل غادي ومن دومين اونز ما عاودش لعب تتاكم قلت لك يحكي معك تحس روحك الفيض مش كان انا الحقيقة الولاد كل معنات بارك لكن يلعب برشا عن نفسية ويحذرك مثلا ويشجعك وزيد يعطيك اللي برتيتة وانا كنت نلعب عندي يقول لي ألعب وغلط والماتش جيرك تلعب انت فهمت معنا كان يخليك ترتاح ولكن كان زادا ينزل عليك ولي انا فهم ماتش وادي يقول لي ميتان ما تعملش سبعة ثمانية منطية تخرج نقيت برشا صعوبة تكنيك معا من الوقت اكثر حاجة هي الكوبرتور الدياغونال والالينيومان والكوبرتور الدياغونال الكوبرتور الدياغونال ممكن حتى اللي كملت كاريري عندي فيها مشاكل فهمت ديما في مخك بيش تتبلنج القدام ديما في مخك بيش تمشي القدام فهمت والحمدول الواحد تعب برشا فيها وتسب فيها برشا واحد وخدمت وحاولت نصلح وحاولت واحدة والحمدول معنا الحمدول الواحد راضي على كاريري وكيفش كملها والحمدول الواحد جاء في جامعيات اللي هازتي ترويت واللي عمل هاز برشا القابق قادول جاءوا برشا السامي في البوستاريكا كيفش كان التعامل معهم شاصل كان بش نجيك بالواحد بالواحد لكن اون جينيرال ديول ديبارة والله يشوف لا فهم ممكن واحد واحد انا انا في الدنيا دي فهمها واحد برك عليش خطر اظلمني فهمت البيقي كلها تنجم تسئلهم كبار ولا صغار شكون الواحد كلهم كانوا اصحابي واخوتي وهو ما يعرفوا شي هذا شكون الواحد والله مرحبش ليش بتحطاوي لكلهم اخوتي كلهم اخوتي لكلهم اخوتي تلقتك شوية الحاجة ذي اتقلق واحد ي واحد يعيش معاك في فرد بلاسة يعيش معاك اكثر من الليلة يعيش معا عائلتك واحد وبعد يبدي يحرط في الناس بيش يتسبك وبيش يسب زيادة اليلعب في البوست متاعي والاخر خايبة رايب هو التهمة وهو بالحاجة هاي انت تهموك نفس الاتهمات مع شكور ايهاب لمبارك ايهاب اكثر من اخوية ايهاب اسأله ايهاب اكثر من اخوية ونحبه برشة برشة ومستحيل مستحيل مستحيل كان نهار انا وربي شاهد علي ورأس ولدي ونحلف حتى على المصحب كان نهار حرظت واحد بش يسبف له حمد النقاس هو في بالو اكاكة وبعد الواحد اللي دفع عليه قدام الجمهور وقلت لهم عيب ورأو جامعانا اليوم ورأو واحد لو نبس ماريونس بيرونس انسى ليتوال هو السابح وهو يعرف وزاد الشي هذا ليه ليه ما عنديش شي هذا يا رب بس تعملت شوية علاقات هكا حتى خلينا نقولوا علاقاتك الاعلامية باش يقلوا من حمد النقاس ولا حاجة هكا مستحيل ايه 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 انا كي جاء حمد ما لعبتش في الترج يعني كي جاء حمد حتى كي ما لعبش حمد ما لعبش هان شوف غني قلت لك انا ورأس ولدي نوارة عنايه ما عندي كان هو مستحيل في يوم ما خممت ولا فكرت مجرد التفكير اني نضرب زميلي اللي العب معايا في نفس البوست اعلاميا ولا جماهيريا ولا حاجة مستحيل وعمري ما نعملها وتربيتي ما تخلينيش نعملها اصلا يقولوا كنت تحكم انت بخليجة امام في الترجل ليه 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 اسمها ذاي كله شوفها كلام الجمهورة ذاي الواحد ترجي ما نتستنى في خليل وسامح بش يحكم فيها هذا كلام علي اخذك مع الجمهورة بتاع ترجلي سامح كانت ديما ديو ديباء ذهالي ملو كانت شباهة برشة في النخر بالكل تحصلت اليوم سامح ذهالي مثل اعلى عند جماهير الكل كيفش كنت تتعامل مع الشيذي والله يشوف من حق الجمهور يستنى منك بش بش تعطيله بلوز جمهور يستنى منك بش تفرحم جمهور يستنى منك بش تشوف الحاجة الي يزمو يفهمها الجمهور را والوحد را والديما يحاول يعطي كل ما عنده بش يفرحم انا جيت بريوت اضلمت فهمت معنى نحس الي فما فما يعني تحامل كبير عليك فهمت يعني نتصور انا نتصور فئة راوة بش يكون وضحي لا 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 مش هارفين وحداش بالعكس ممكن انا اكتر اخي بسيزن 2015 كنا نلعب و كونتر لهلي في مصر كنت احسن ملعب يا راوة بش هذا يعني بال باللي حكيها وقتها باللي قال لي يجل غالي لا لا في بين كنازك في الموراة ليجل اشوف شنوه وشنوه اعطيت وبعد جيت اخرج تلقى جمهورة يكون يسبك كنتي فهمت معنى مش بعد فصارت فيها برشة حكايات هي ممكن اشنو با مش بريئة كنتي الحاجة اللي يزمك تفهمها السليم الكورة في الدومينة بتانا يسبك الجمهور الجمهور اليوم عنده جامعيته يشجعها بش يسبك بش واحدة اخي بحاجة انك ترده الفعل اول حاجة تحاول تصلاحها تحاول انت ذالي عمرك بغديك الفعلة ما عطيك شا الحق ترد الفعل راكم الليعبي بتاع كورة مش ترد الفعل فما ناس تحبك را فما ناس تسبك فما ناس تحبك ترد الفعل علشنوه الكورة اللي كلها كاكل نهار الفوق نهار اخرجت تفضلت مش نخرج 2016 ملعبتش حتى مقربلة فضلت نخرج والحمدوله مشيت البيجة من بيجة الاهن طيب نرجعولها قتلي مش بريئة الحملة شوي مش بريئ اي فهمها فهم فهمشكون وراها مسؤولين ولا ملعبية لا لا عمري من اتهم مسؤول ملعبية فهمشكون وراها من اعرفش امام عمري من اتهم مسؤول لحقيقة خطر عالقتي بمسؤولين ترجل كلها الحمدلله يا ربي فيها نحترم ومنقدرهم كما يحترمون ينقدرهم والحمدلله يمكنك تتخفض ما تحبش تقول لكن لنا فهم عندك شوية مشاكل مع حد من مسؤولين لا ولا لا شكون سميك فهمشكون الحمدلله رب العالمين حمدلله يا رب الع planned ما عنديش حتى مشكله عندك مسؤول مع حتى مدرب جيتك انتومفن في وبقت من العوقات بايش تقولك انجيتني دينك استطعت كي Casper لوحد يعطيك الصحة فهمت توجعت برشة في الخارجة ذيك اللي كنت تحكي عليها لول لولا توجعت برشة عمار سويح مدرب بقتها نشكر واه وراني نحبه برشة ملعبت عنده وحطه ماتش ونحبه برشة ملعبت عنده وحطه ماتش عم كامل الحب مدين جاء لا لا نحبه برشة على خطر شوف كان واضح شوف الوضوح بها هي كان واضح فهمت وانا كنت واضح واضح كيفاش جاء قال لي راني بش نحيك وبش نحطك أورليست بش نحميك قلت له انا سي عمار تعمل اكبر بزيه ما عاش تعيتلي فهمت معنا خاطر كنت جي تقول لي راني بش نحميك بش نحيك عليش عليش انتي مازلتك يجيت بقتها ويا ربي العمال عليك فهمت لكن احترمت رايو وتناجمه سي عمار ما زال حي تناجم تسأل وقوله صارتلكش مرة مشكلة من سامح قالوا لك الجمولة ما عادش يحب عليك هو هو انا احترمت رايو هو كان عنده رايو انا احترمته وكملت نترينه عام كامل ممكن عمره ما شاف مني مشكلة ولا عمري ما تمرت ولا عمري ما عملت حاجة بالعكس كنت نشجع في الوليد ونلعب ونترينه ونهارت اللي قال وراه وفي المكتوب السلام عليكم وسلام عليكم فسخت العقد بتاعي وخرجت كنت اساسي قبل كنت اساسي فهمت ايها بزاد وقتها كنا نلعبوا كل فهمت اما نهارت اللي قال وراه ما عايش حاشتنا بسامح حكيتي معه ما عايش يحمدي معه نشكر سيرياذ وزاد الدكتور ياسين بن احمد اللي عاونوني وقتها بش فسخت العقد بتاعي وخرجت اسمعت شو مرة معنا بمشكلة ولا حاجة خرجت وشفت مشيت وقتها البيجة من بيجة جيت كالكليوب وقتها كلموني اما ما كانت صعيبة ياسر معنا الحقيقة شكون كلمك وقتها شادهم مارشون مارشون واسئل علي شكون وعطاه فيه اكلم بيه وبعد ايك انا فضلت نمشي البيجة خاطر وقتها عام كامل ملعبتش مش نمشي الكلب مش تحرق روحك فهمت وفضلت البيجة على خاطر البيجة انا عرفهم فهمة كل الفين وعشرة كيس وناس تحبك غادي واحد قول البيجة على الأقل يصبروا عليك نفس السيديواشيون اضرحيم تعمو عزب النشريفية طوى 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 لا مشكة مش برشة برشة اما انا وقتها جيتني يقابسو وحتى فيه اوفر فلوس كانت خير برشة وصارت حتى مشاكل مع مع العائلة حتى مع المدام قلتلي كيفاش تمشي البيجة ما هو معتوك وبيجة ما فياش فلوس قلتلي انا راني ماشي الهنا باش راجع اسمي ونحب نلعب ونعرف فين البجة هي يصبروا عليه اللي عملته سمح ما كان حد يأمل انك تنجم تعمل انا كنتم امن كنتم تأمن انك تضعك رجي انا كمشيت البيجة قلت للمدام قلتلي مشي الاهلي ye 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 الحمد لله بالرغم كانت بداية صعيبة روا بداية الجمهور مش قابلك اه توفى بابا في اول الفين وثمانتاش والله يا رحمه نعم ان شاء الله تعيش وترحم عايش هوي وبديت بريزول تا خايبة تا عادل في في بينجردين اخسارة الكوب في المتلاوي وبديت بديت سبيعن وبديت الواحدة بعد الحمد لله بشوية بشوية بديت وزيدة نشكر سيخالد بن برشا 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 اللي برحاكمه انا حتى الكريتيك الكله اللي ساير والوحدة والحملة الكبيرة وغالي اللي لعب فيك مش على خاطر شعرك اسفر والعينك زرق على خاطر تستيه لعب وانا معك برشا ترايف مع خالب بن يحيا دا عالي وقت اخويا راجل ريتك كلمة هذي نجم تتقال على البشرة داك انسان راجل يقوله تنفينا مهم تاوز هاي بشوي راجل وسيد الرجال مش مع سامح برشا كنيج لا 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 نحن نحكي راجل وسيد الرجال اللي يفهموها الملعبية يا راوة يعني وقت الناس الناس يقولها ضدك وجمهوره يقولها ضدك فما فما مودر البين يقولك اخي اختاني ناحية عنده شخصية هو لا هو لا خدر يقولك خدر تستيه له وقفه مع سامح وقفه مع سعد بقير يعطيك الساحة معنى يعني هيك الانسان اللي كان حتى تونس كيم لا تكرهك وهو وهو مؤمن اللي انت تنجم تعاون الجماعة يروي لعبك كيفاش عايت سعد بقير قاله على الباسات عمله لمرك يا غلاط يقوله احنا جايبينك من قيبس على الباس يحصل برأسك لا مش عارة طرايفة معها سي خالد اللي بلعبية كل يحبوه يعاون الناس ويكون اللي خدمه معنا يعطيه الصحة وبرفوه وانا واحد من الناس الكوب ده فريك اللولا يعني نورمان مو يكون هو ومعين شعبين يزوز ومهزين هزوز لحقيقة هاي في مجويني عمالك الانستغرام يه يه موش انا وحدي رماية خليلة ماية خليلة اما الانستغرام مجايبها يفهم وعد وعطيوني نرى بفيتور حرامي وهو قاعد كل مرة يعمل حاجة عطيوني قلقنا عرفت بعدك كل مرة يطلبني نمر بعد يطلب خليل كل خليل نمره نفس الراجل يضروا هبطنا نوامر امتاعنا عطينا طلعتونا نوامر تاليفوني متاعه تاليفونياتكم باش انه كيف باش باش نعمل له الانستغرام سوكريزي عرضتك الميناجي بيدخلوا حتى واحد ياخي هابطنا ما مرنا الزو ياد اه بيه الخرجة زرالي كالعادة ما كانتش بيه مدين مابتبهش عليش اه صارت قلقت شوية من التعامل متعرفش جعائيلي اه لا لا ولا لا ولا لا اول اه زرالي تم تجديد العقد متاعك وهو من في بلوش كي تخلت لا لا شكو قال لك ليه خب خانك امال لقولي صحيح على غال لا 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 خانك امال لكوني قولي صحيح على غال دخلت للفستيق اه ففي الجعائيدي قال للجماعة هاو سامح جاي سلم علينا يعطيه الصحة في بلو انتي جيت بتسلم وتمشي شكون الحكاية لك الحكاية هذي سمحني اخويا 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 شو قصصها ذيه والتأليف هذ والله العظيم ربي ما فهم منها الحكاية صليعني بي لا لا انا من اللي مشيت السحام دي وتقبلتنا وايه دي جاء عارف والمدرب في بلو واحده وقال لي يراه وراضي يقال لي ماذا بيه يرجع وراضي قبل ما انا عايت للوليدات اصغارا كله وقال لباش كون البيه معاكم ومعني شكون اللي عامل فيكم بالبيه مالكبار مم شكون لهم غالولوا رو السيامح معنا وخاليل صحيح فهمت يا دي كيفيه اشتوى زا ما انتي تتصور فتارجي يسحه ولم لعبي المدرب ما في بلو شكون عليش قال لك اتا اه جاي بك اتوقف بيش تقطب الم لعبية و بعد هذيك بعد بعد جاني غالي انا اراه وما تمشيش معايا في الا في الا يعني في الخطة اللي بيش نعمله ما تمشيش معايا واحدة وانتي جاي بكناريك بيش تحويني على الصغار واحد قلت له اوكي كوتش مدام كنت تريح معايا اوكي معنا ما عنديش حتى مشكل انا فهمت مش ما يقلق نيش تو انتي انا صححت الكنتراه وبديد وعطيت كلمة السيحام دي يقول لي انا باش نزيد عام وباش نكون معنا يعني في الفستير وفي الواحد فهمت ويجي كنترونير يقول لك راك ماكش يعني في الخطة متاعي ماانيش خمم فيك فهمت شنو نقول له لا صحيح يا بايت سبع الاخير يعني مشنو قاعد ونعاون جمعيتي حتى بالكلمة البيعية فهمت اندي ما قلتهش اما انا اللي سامع وانك اخرجت ماكش خالص ومشكيتش بالترجي شنو مانيش خالص ومشكيتش بالترجي خلصت في فلوسك اخرجت يلي تقول احنا عائلة في بعضنا ويجدخلك ويجدخلك موش انتي اشدخلك اشدخل العبادة اللي تحكي في الحديث هذا كان الترجي اعطاتني ولا انا اخذيت من عندها ولا هي ما خلصتنيش ولا انا اخذيت اكثر فلوس احنا عائلة انا ولدها الاسبيرانس ونعرف اللي في اي وقت مش نستحق ونمشي السيحام دي مش مش يقولي له فهمت هذيك امورنا العائلية انت تأمن بالقيامة هذه فهم لعبيها اخي يقول لك فلوسي نمشي نشكي نظامني فلوس هو دي ما نشكيش انا حتى كان ما ناخدش حتى فرانك وتراجي ما نشكيش انا اليوم باحذاك انتي غراسة الاسبيرانس هذي اول حاج انا اليوم مش يتراني في اهل ترابلس ومعروف في ليبيا ويحبوني الناس في ليبيا ولعبد في ليبيا وتحببني غراسة الاسبيرانس وسيحام دي عامل معي بارشان به فهمت فلوس او مش فلوس او مش كل شي فلوس في الدنيا هين مش كل شي فلوس كي تدخل للبارك ولا كي كيتقابل ويضحك لك في وجهك اذيك خير بارشان من فلوس فهم اللاعبية مثلا خروجهم مكينش بهي كي مراه امريكات والرية غايلين ام معز فلالي مخرجوش كي مراه بالطريقة اللي قد اللي قدموه وعطاهوه لتراجي هلا غالب هلا غالب شوف مرات تصير حاجات مرات تصير حاجات اما اما انا متأكد الي جمهور الاسبيرانس يحب بارشا معز ويحب بارشا غايلين ارى بارشا من جمهور الاسبيرانس جمهور الاسبيرانس يحبوها خمسة وستة ملاي فهمت ما يلزمناش خطرة ثلاثة ولا ما نعرفش ميتين كتبوا على الفيسبوك واحدة باش الناس كلها تمشي كيك بالعكس غايلين يحترموه بارشا جمهور الاسبيرانس ومعز يحترموه بارشا جمهور الاسبيرانس ويحبوهم جمهور الاسبيرانس وديما يبقوا يعني اساميهم مخلدة في الاسبيرانس وعملوا بارشا حاجات بايا اللي تخلي جمهور دي بيحبهم ويقدرهم ويحترمهم به سرح المنتخب علاقتك مرياتش كبيرة بالمنتخب رغم لي في اليجون كنت دولي ظهر لي لعبت في اليجون ومالعبتش بارشا في اليكيب سينيور وصارت هي شوف راي المشكلة صارت من ديميل تريز لحقيقة من ماتش من ماتش كامرون اللي لعبت فيه وانتي مضروب لعبت فيه يعني مضروب عليش خطر انا جيت قبل الماتش بنهارو قلتلكم راني مضروب راني نحس فيه فيه تكبيشة ونحس فيه رزم فيه فهمت؟ يعني علمت يبعد هلا غالب صار يب هلا غالب تنجم الحمد لله اللي عملته في الاسبيرونسي و هلا غالب وحد كان يتمنى انه يلعب في اليكيب ناسيونال ويقدم لبلاده وحده هلا غالب مش كتب سكول اللي يعطيه الامر بيش ما عادش سامح البيدي عنده عليه قبل ما أعلم خوي هذه هي حاجات حاجات تجاوزني ايه خطي قلت انت بليسي والعابط بعض ما عادش عايتولك بالكل ايه ناجم يكون وقت اختيارات فنية ايه ناجم يكون اختيارات فنية ناجم يكون المدرب اللي يجاي يشوف اللي يسامح ما يعاونش في اليكيب ناسونال لا ميزم ليش نقوله فمشكونا اعطى قرار بش سامح معاش يمشي لا لا ما نحبش نضلم العبيد وما نحبش نحكي حاجة انا ما عنديش عليها حتى فكرة بيه فقط خلنعجعلك شوية لترجي في وقت من الوقات حبيت تطيحوا الكلوب سامح بوش كلمة قال علماتش متاع المتلوي وترجري في التونسي وسامح عمال جيس تبيدو للملاعبي متاع المتلوي بش يتعدى ويملكي اخويا سامح انا والله شوف اول حاجة اسلام خلنحكي ديه موضوع يعطيك الصحة ليش بتو ماتش المتلوي اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم العبيدة اللي تقول ماتش مسايب ولا مهم مسايب فهمت وراس ولدي ونحلف على المصحف انا 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 مذبيا قابل جماعة استاتيونزيا خدر صارتلي مشيكل معهم اخير مرة لعبنا ماتش ميكال وانا مع اهلي ترابس مذبيا قابل جمهور استاد ندخل معهم انا حتى للمسجد ونحلف بمين ونحلف على المصحف الشريف اللي الحكاية اللي حكاية بها غالطة وما فهمش منها وما عمري ما قلت له التعدى لشيء انا وقتها كلمت وغاية قلت له ورد بي قد يم قد يمك فهمت والله 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 هذه حاجة معنى اتهام بطل انت مش مسايب اقسم بالله ما هو مسايب ونتفكر ونملع بيه كل يتفكروه نرفز علينا وسيحمدي محبش يكلمنا على خاطر وقتها كان عدنا التروفي بش نزو وعدنا بعده باربع خمسا يام شباب خاصين ندزلوه في العليل بش نكونوا واضحين اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله العلي العظيم اللي كلمنا واحد ولغنا واحد سايبوا الماتش وراوا اتي هام بالباطل بالنسبة للجمهور اللي صارت لي مشاكل وسبين واحد وحكيت رو مع مع كيركوزام الجمهور ووضحت لهم وبالحق راني نحب نحلف عن مصحف الشريف كان انا الماتش هذيك مسايب ولا كان انا كلمت جوار المتوي قد له برامل برشا كلم سامح على البيع والشرائي والتسييب في تونس فهم ماتشويت سايبتوا فيهم ماتشويت اخيويا سايبنا لشكون نوعش نتقل فيك يعني كنت احكيلك سليم انا كنت احكيلك اقسم بالله العلي العظيم اللي كلمونا ولغانونا سايبوا بخلاف الماتش هذيك بخلاف الماتش هذيك احنا تقول انت حكيتلي على موضوع حكيتلي على الماتش هذي خلينا في الماتش هذيك انا انت فكر ماتش مسيب الاسبيرونس مدران سايب الماتش نعمش اسأل فيك شوف رو شوف كل فما جمعيات فما جمعيات فما جمعيات يعني قريب فما جمعيات قريبة الواحدة مقربة فهمت مانش نحكي عن ملعبية رو فما ما فماش مليعبي اليوم يجيك ولا بش نسيب ماتش الليدار رو شوف رو ليداري يحشب بش يجيين مليعبي يقولوا سيب ماتش تحسها حتى موجود البيع وشرية حكيرك حتى حتى القدر يتيح مرات انا انا اما بجاء ربي هذي يعطيك الصحة اللي جبدتها نحب انا ما صارت ليش مع الكلوب افريكان الحقيقة وعمره ما واحد من كلوب كلم اما ستاتيوزيان قل لك سامح قل جوار المتلوي قل جوار المتلوي تعدى متعدى بش مالك ويقول تراجحها بطيح الكلوب والله كلمات زيد لو انتي تتصور انا انا مليعبي في الاسبرانس تتصور تساعدني تطيح الكلوب ولا هل تساعدني باي خانكامل و سامح بكويز فلخ شكون اصعب جناح لعب ضده اصعب جناح لعب ضده اصعب جناح لعب ضده كاريو كاريو في تونس كاريو متاع الهيليلة متاع الهيليلة في تونس ما نصورش جناح معنا في تونس اللعب ضده ومعنا وتعبني برشا الحقيقة ما نفكرش في وقت من وقات زهير الذويدي صحيح في وقت من وقات زهير الذويدي كان عام مشاكل لزرير دروها فتناشي لزرير دروها مش السيام الحمد لله رب العالمين ارجع للدربية لكل ما اعمليش لحقت شكون الجناح العالمي تتصور روحك تجم توقفه عالمي؟ اي تختار اخوية خلينا في المتاعنا نحن باي شكون للييل تح متربي ما نعبش ضده في العالم؟ في العالم اي جناح معنا جناح على البلاستيك اي هازارد هازارد شكون احصل لاعب تونسي تعتبر يوسف المسيكلي احصل لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس مش نطلهم بارشا هيك خطر فهم اللي خلطت عليهم وفهم ما خلطت عليهم اللي خلطت عليهم يوسف المسيكي شكون المدافع الايمن اللي يعجبك في تونس اليوم؟ اليوم في اللي يلعب وطوة ينجموا مازالوا ينجموا يتطوروا اكثر كان يحطهم خاخهم في الكورة ريان الدربالي ورائد بوشنيبة كان يحطهم خاخهم في الكورة في برشعات في الاختيارة لا لا ولا لا نعرف شعنتي ونعرفه خطر نعرف الكاليتي ورائد بوشنيبة كان يركز كان على الكورة ريان يقرب لك زيادا والدعمتي اه احسن المدافع ايمن في تاريخ تونس اللي خلطت عليهم ديما نقوله مساج اخويا باش منظر مهمش يزوز حاتم الترابلسي وتاريخ تيبت حاتم الترابلسي وتاريخ تيبت منظر مهمش الحقيقة باش تعطي واحد واحد لا تتسمى ظلامة واحد منه ملاعب يلعب معك خدام برشع يختم في الانترينمون ويقول وانتي رغل يتخدم برشع انا خدام وفهمه فهمه فهمه حسين الريقد خدمه ايمن عبد النور في الإيكب ناسيونال اللي لعب معي زادا خدام ما شلع ليه برشع الحقيقة وليه برشع 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 ملاعب دي كاركار بالعكس تو كاركار ايدمر جيبي ايدمر جيبي بمرتون عنده كاليتي كبار احسن المدفع ايمن في العالم اليوم اه لليوم اللي موجودين اليوم طوى معناه احسن المدفع ايمن في العالم طوى انتي نعفق مغلوب الفيس وما يكون ما نحكي اليوم اليوم نشوف بين عشرف حكيمي عشرف حكيمي احسن لاعب في العالم اليوم احسن لاعب في العالم فينيسيوس احسن مدرب تونسي لا مش نضلم برشع لحقيقة برشع مدربين توانسا دربوني وكلهم باهين ومشاء الله عليهم كان بش نسمي خليني نسمي برشع 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 ما نحكي نضلم حتى واحد ما تنجمش لحقيقة بش نضلم الاخرين يعطيهم الصح الناس كله برشع مدربين توانسا اعطيني كان عندي واحد صارتلي معها مشكلة مرح بابين اهو يقول لك عمده مشكلة وراد يجعي دي واحدة قصة مبليه كله كان الاحترام قلبك طيب تحسك تتجاوز فيس مش نتجاوز ومنعملش مشاكل ما عنديش الحق نعمل مشكلة المدرب ما يحبشي لعبني كيفيش اختيارات فانية صاريخ صاريخ منجمش نجي نقول لها اللعبني بالسيف فهمت احسن مدرب في العالم طو شكون اقرب لعب ليك خليل شمام معز بن شريفية بش نش سميلك اللي قراب غرابه خليل شمام معز بن شريفية سعد بقير امين المسكيني واسيم القرب امين المسكيني واسيم القرب شكون اقوى جمهور اللعب ضده ناديل افريقي في الكلاسيكو اللعب ضده في تونس طوكس اي في تونس اي اناديل افريقي فهمت جمهور ايخر تحب تقول الاهلي المصري في مصر شكون اقوى نحن واحد شكون اقوى جمهور اللعب واجمهور الاهل هم اكثروا جمهور اللعب نحن توينسة والواحدة نعملوا يعطيك الصحة شو عادنا نحن في الكلاسيكو اللعب والاكليوب شكون تشجع شكون تشجع شو انا مليعبي ولا التو ديما كيما قال شوف نفسي جابت خليل شمام اللي اقرب للجامعية الاسبيرونس يعني اللي اقرب لها في كلاس مون شجع ماتشكوب ماتشكوب لحقيقا نحن للكلوب الكلوب احسن هدف سجلتو اللي توال كاردو فينال الشامفينز ليج فكرنا بيه في رادس هدف هدف 80 لو كان كنت انتي سجلتو 80 كان كنت انا سجلتو فول كنت لو يديت اكبر شهرية خليتها قديش لا مناجم شوق لا 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 اقل شهرية اقل شهرية 250 دينار شكل القدوة متاعك الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وانتي جاي خمام تقول زعمة شنية يسألني اكيد جدا سجلتو انتي اخوي واحد يخاف منك اخوي قالوا اني عملت فروة مش كوبة ما فهميش منافسين فهميش ملقيتش ليبيا وفي تونس ما فهميش منافسين واحد بطل مش نعتزل خدر ما فهميش منافسين عملت فروة صحيحة يا اخوة نلعب املياح ومتبالكالة معنا ديما الربح كثر من الخسارة ببرش وعمك منظر شه عملت له في الجيش فيش؟ لعبته تقول حد جيجر تيدي ما الشيخ عليه اخر مرة مسكين انا واحمد الصالح اقدم لهم التحية الزوز اربحنيهم اما حتى هم لعب يرا باي سيما اخر فقرة باش نكاملوها معاك باش تختار لي باش تحط روح كريا دلوها انتي وتعملي التشكيلة احسن تشكيلة في الترجي في تاريخ الترجي في تاريخ الترجي اي لعبت معهم وما لعبتش معهم خليوها اللعبت معهم خليلي اللعبت معهم باش منا ايه خاط اللي خدوهم بتجم تكون مخلات شعليهم باشة زيت غرديان غرديان في اللعبت معهم معز بن شريفي ايه ايه في اللعبت معهم معز علي سار علي سار خليل في اللاكس في اللاكس معين ايه 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 خلينا نبعدوا تونس اخوية جاو يتكامل وش نعملو بي القدام القدام مش بصراحة القدام الساعة فهم زادة ساعة بقيرة واللي اللي نجم يكون موجود فهمتما تقول القدام شوف يوسف المساكن وهانيس البدري ويوسف البليلي وياني علي ساعة بليلي او مساكن مساكني علي مين علي مين علي هك اخوي لعبة لعبة هي لعبة مليئة بالحق علي مين مش نحطها ناس البدري تعرف عليش خطر يوسف البليلي ويوسف المساكني قوتهم علي ساعة انا اخترت يوسف المساكني سمحني بليلي اما اخترت يوسف المساكني تعتبروا افضل يوسف المساكني ومبليلي كل واحد ونقاط القوة اما يوسف ديما نعطي ليوسف شوية افضلية اكثر خطر نمس بصراحة معنا افكاس اكثر بو انت شكون تحط يانيك سامحني مايكل كل واحد وكيفاش يشوف هنا نشوف في التركيبة هنا في التركيبة وفي الواحد وفي اللي يلعب بظهره وفي اللي بلعبي في ساقية وفي الواحدة يانيك يانيك شرفتنا سامح بحبوك إن شاء الله ما نزلت عليك برش لا ولعتك ساحة وخويا وانا حكينا وجيت الواحد الفرصة يزيد يوضح برشة حاجات اللي كانت الناس تكره وتسبي عليها والله رانا راني قلت لك نحلف على المصحف الشريف كان انا كان انا مثلا خاصة حكيت ستاتيون زيان كان انا متعمد اني قلت لليعبي برسجل واحد وزيد وضحت او برشة حاجات غلو سامح ما انا اي خدم في الاعلام وفي الواحدة بش يسيب اصحاب ولا بش ينزل اصحاب وزيرها اللي هي في تربيتي لا نهار فكرت فيها والحمد لله واحد كامل كارير الكورة تقوى دخل العلاقات اليوم اصحاب مع الناس كله واحبي بالناس كل والحمد لله رب العالمين اذاك الواحد بش يخرج من كله كيف تجربة تدريبية جاي ربي سهل هذا يتاوي دومين جديد ما تعرفش الواحد ديما نجم غدوة جيك فرصة نجم واحد يسعى يخدم قاعد نقرة قاعد نتحسن قاعد نشوف ناخد في الشهيدة بتاعي وانشاء الله ربي وفق تدريب التراجي وشكونا هذاك اول تموح اكيد هذاك عائلتك الواحد وديما دا ويبقى تموح مشروع ان شاء الله ربي وفقهم هما وان شاء الله يا ربي من حسن اللي احسن وان شاء الله نتعديه الفترة دي القايبة وانا بتأكد اللي تراجي رأي تمرضو ما تموتش ان شاء الله نشوفوك سامح متوح بالالقاب وتتويجات ان شاء الله عايش خوي كان مدرب ان شاء الله والمنتخب على شلاء كل شيء ممكن ان شاء الله الواحد يخدم على روحه ويحاول يرضي ذاميره ويحاول يحسن من روحه والبقاء العربي ان شاء الله كان هنا حوارنا مع سامح دربيين نتلقاه في حوارات قادمة ماضيين في الجدود في الهيامات الجاي